عشان المستقية يربط شعره ويكون متدين بطو شي سلكوا عمركم آيفون 15 أبو العيلة قيسيك هالفون إذا هذا المقطع أول مقطع لك لي هل والله الفلوغر فارس مبتعث وعايش مع عائلة أمريكية في أمريكا إلى فترة الدراسة وتخرجت والآن برجع للسعودية بعد تقريباً كم شهر اليوم قررت تصور الويكند مع العائلة بدون ما أقول لهم أن ترى المحتوى عن الويكند حقكم هذا أبو العائلة قاعد يقوم ولد العائلة نبي نستعد عشان صاحب البيت رح يجي قال لنا اليوم رح يسوي انسبكشن انسبكشن معناته أن رح يسوي تشيك كامل على البيت البيت كان بعض الجدران فيها النملة الصغيرة عرفتم فجاء الله يعطيه العافية ورش البيت كامل وقال خاص كل ستة شهور بجي يشيك على البيت وطبعاً أكيد ما يبدأ يومنا إلا بالقهوة أبو العائلة على طم الخذالة قهوة دي العائلة مرة تحب شيء اسمها ستار وورس هذا كو يودا دائماً نحرص أن البيت كامل يتنظر حتى قزاز الطاولة لهالدرجة حتى كل بالعائلة ملبسينه الله هالكشخة أشوف أشوف يومين أشوف يسار جاء صاحب البيت هو جاي تشوفون أخلص أغراضه شيك هالبيت شي كسرية فالحين شكله بيمشي أو بيروح فوق البيت ما عدرش يسار في الزبدة الحمد لله أبشركم قال لنا راعي البيت إنه أوكي أموركم تمام ما في أي حشرات ما في أي شيء راح نشوفكم بعد ستة شهور ثانية الآن مننطلق ما أدري وين ما سألت قالوا لي ها تجي معنا ما قلت لهم وين قلت لهم يلا نشوف وين بنروح اليوم عشان المصداقية هو قال لي ود العائلة قال لي تاب نروح مكان بعدين بنجرب مطعم قد خلاص قدام يلا ودعي المصداقية يعني مستطيع لسم members مطعم راح تظ letting you see ما向 يزل عن بي ندينياه أن أخرج ماذا فعلت؟ لا تفهم المساعدة قد اقترني وعلى مرحلة اقتربتها ويلا بندخل جيمستار خنساعد ود العائلة يبي ولقاحها بالطبع شكرا لك شكرا لك لا مشكلة نعم تخيلوا والد العائلة مجمع الفلوس عشان يشتري اللعبة هذي من اكتوبر من يوم ميلاده عادي يسألها اللي قاعد الكاشير قال من عليك فلوس هذه الفلوس البرثة قال ايه قال والله ما شاء الله نجمع قال ايه ما كان في لعبة وسبدرمان جتها هدية وزي كذا في يوم جاء ساسمح لعبة أفاتار على طم شراحة من فلوس البرثة حقه انتظر في مطعم هندي توافات هندي توافات هندي توافات فقر من هندي مطعم انتظر في مطعم انتظر بالمطعم لعبة الاخره فترة ممنا مرحباً 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 الريحة جداً طيبة مرحباً مرحباً جداً نعم بخير ما أعطينا جيك نصب فيه الماء بحركات خبز بثوم مرحباً صراحة الأكل كان جداً لذيذ ما توقعت هل ذابة في الأكل يعني المربع كويس صراحة وما أدري ليش أواحد حق أبو العيلة زي ما تشوفون يعني هذا فاضي لا أعطي لش هذا فاضي يعني الفنتينر يعني أنك تعبيه كله يعني أنك تسوي شي ناسب يعني أصغرتك الشفيدة فاضي رح تكلمتهم في شي فاضي قالوا إيه حنا معليش الفنتينر عندنا يعني حنا نبغاه يكون بس اثنين يعني عرضوا تصنيفين بس ما في إلا أبوتها التصنيفات طب حطوا زبادي حطوا شي سألكوا عمركم أبي دلعني لا فيديو؟ لا فيديو؟ لا فيديو مني فقط تأخذ بيديو مني حسنا أطاني كارك والله رذيذ جيد جيد ماذا يسمى؟ كافي كافي؟ لا كارك؟ لا نعم كافي نحن 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 نفسه نعم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك طبعا الآن نرجع البيت نشوف آخر حلقة من سكويد كيم نزلت قبل أمس بس كان العائلة مرة تعبانين اليوم بنروح بنشوفها والله القهوة كنا لاتيه هي ممكن نروح والمرت تونم خاصين المسلسل آخر حلقة جدا بطل والحي بنطلع قالوا يلا بنطلع وين بنروح؟ ما أدري فاي يلا نبدأ زعلان ماهو بطلع ممن يطلع وينحن المسلل Linz عالا يدروني قا يصور فاقي بحسبون الكاميرا بطير طبعا الحين بنروح ونقطع ود العائلة عند أمه بيتروح تمشي ممكن تشتري لأغراض حق الكريسمس فهذا اللي بيسير حالياً نحن رايحين متوجهين نقطة وزل عائلة شكراً للمشاهدة مرحباً 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 هو ما راح يتمشون في المجمع بقياً أبو العائلة توقع بنروح نرجع الكافي إلى والمارت طلبنا أونلاين صرنا بدل من نروح نتقذ لا صرنا نطلب أونلاين قبلها بيوم ونقول لهم الوقت يعطونك هذا وقت مثلاً نقول لهم ثمانية راح نجي يقولكم خلاص عنديكم من ثمانية إلى تسعة ثم هناك الكافي شوفوا اللاين قدامنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة قدامنا أبو العائلة يموت على شوي اسمه شمون أبو العائلة جت لمكالمة فقال لي روح جيب الأغراض عما يخلص المكالمة وهذا الكريمر اللي بي أبو العائلة وحنا صرنا نشرب حليب خالي الدسر حرفياً لقيت أكبر كوب يعبر عني هذا حرفياً لازم كل يوم أشوفكش كبير كبير والله المقصد شوفتكم مو قصني أننا نشتل أغراض زيادة والله كان قصني بس نرجع كافي وانتهى الموضوع جانا انتهى في المطاف أننا شرعينا أغراض وبالعائلة شرع الكريسمس وحركاءات يا ديتو بدل مزوج وحنا على طريق البيت كلمنا ود العائلة قال إنه جاهز وشارت لأمه آيفون 15 هذا هو وراكات والله حل الجوال جارك مبروك مبروك كونجراتي شكراً أبو العائلة كيف يسيك هالفون إنه مجموعة كما تعلم أنه يمكنني أن أقوم بسرعة أغراضي وإنه يقوم بسرعة نعم يا عيال حدث ما لم يكن بالحسبان والد العائلة تعبث بالجوال بدأ يحط أغراضه والإيميل ما عرف كيف أن يحدث ما يسوي باكوب إلا تسكر جواله فلازم نرجع ما يقدر يحمل أي تطبيق أي تطبيق يقول له لازم تدخل كمتة المرور ما ودي أرحبس هذا هو التحدي موبايلي أعلم من اختياري قالوا ما نقدر نسوي شيء هذا الشيء يراجع لشركة أبل وندخلت الرقم السري أكبر مرة غلط فياطوين عمر السلامة لازم تسنى 24 ساعة و لازم تعرف وش الرقم لازم تسنى 24 ساعة و بعدين يلا من مخك لازم تكون بعد عارف الرقم شكلنا بالروح والغرينز وش في ذا يركب ماذا تفعلين هنا؟ يا والله ماذا تفعلين؟ نعم ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ وحاليا نحن في والغرينز وأبل العائلة قال لي بيشتري لحكيفت كارد كايف تفعلين كارد لذي يمكنك على أخذه متعلقات الكارد لا يمكنك إلى الساعة 10 دولار يبغى اي بطاقة فيها 10 دوررز والله ما في كثير 10 دوررز طبعا نحن هنا عشان العائلة يبون يشترون حق كريسما السانتا كريسما السانتا لعب عندهم كل واحد يكتب برقة اسمه والاشيال اللي هو يحبها والله احب الببزي احب شكراته احب مثلا بوبر ايت وبعدين يحطها في زي الإناء يجي كل واحد ويسحب لازم تسحب شيء مو باسمك اسم واحد ثاني ونفس الشيء تقرأ اسمه وتقرأ شاي اللي تحبها فهم الحين يدورون على امازون بطاقة امازون عشان يهدونها واحد من الناس اللي عندهم بار؟ اوه هل ستعطيني بار؟ شكرا شكرا يقول هرشيز مالذي هرشيز؟ دارك شكرا والحين بنرجع البيت وبكذا يخلص المقطع ويعطيكم العافية ونشوفكم على خير والله ما سلامه شكرا 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 شكرا